الحمد لله رب العالمين في الحج قال وأن يشتريط فيقول اللهم إني أريد النسوك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني أولا قوله أن يقول اللهم أن يريد النسوك الفلاني فيسره لي وتقبله مني هذا محل نظر لأن هذا يحتاج إلى دليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنهم كانوا يقولون ذلك ثم ما الفرق بين أن يقول اللهم أن يريد النسوك الفلاني أو يقول عندما يريد أن يصلي اللهم أن يريد أن يصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الظهر فلا فرق هذا العمل صواب أنه غير مشروع صواب أنه لا يشرع أن يقول ذلك والسنان يقتصر على الإهلال بأن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا وأما قوله وإن حبسني حابس فهذا هو الاشتراط هذا الذي يسميه الفقهاء الاشتراط عند الإحرام وقد اختلف العلم في مشروعيته على ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يشرع الاشتراط مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط القول الثاني أنه يشرع الاشتراط مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه ضباعه بنت الزبير لما أرادت أن تحج وهي مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي القول الثالث أن الاشتراط مشروع في حق من احتاج إليه وليس مشروعا في حق من لم يحتاج إليه من احتاج إليه كالمريض أو امرأة تخشى أن يأتيها الحيض أو إنسان يخشى من عائق يعيقه وفي هذه الظروف الآن ظروف كورونا يعني يخشى أنه لو أحرم بالحج أنه يصاب بهذا الوباء ونحو ذلك ولا يستطيع أن يكمل الحج فيشرع في حقه الاشتراط ولهذا نقول أنه ينبغي لمن أراد أن يحج هذا العام مع هذه الظروف وانتشار وباء كورونا في العالم أقول ينبغي من أراد أن يحج أن يشترط عند الإحرام فيقول اللهم لبك حجا وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني لأنه لا يدري ما يعرض له حتى وإن كان قد أخذ الجرعتين فإنه محتمل أيضا أن يصاب لأن الجرعتين لا تمنع من الإصابة بهذا الوباء فالأفضل أن يشترط وفائدة هذا الاشتراط أنه لو قدر أنه أصيب أو أته عايق ونعيق ويتحل ولا شيء عليه بينما إذا لم يشترط فيكون حكم حكم محصر يكون حكم حكم محصر وصيادة الكلام عن أحكام المحصر لكن إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى الاشتراط فلا يشرع في حق الاشتراط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به أحدا من من حج معه وقد حج معه قرابة مئة ألف لم يأمر به إلا امرأة واحدة فقط كانت مريضة فعلى هذا نقول إن الأقرب الله أعلم أن الاشتراط مشروعا في حق من احتاج إليه وليس مشروعا في حق من لم يحتاج إليه ثم قال المؤلف رحمه الله باب محذورات الإحرام انتقل المؤلف للكلام عن محذورات الإحرام والمراد بمحذورات الإحرام أي المحرمات بسبب الإحرام قال وهي سبعة أشياء يعني سبعة محذورات بعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة والاختلاف هنا في إدخال بعضها في بعض يعني مثلا هل تقليم الأظفار يعتبر محذورا مستقلا أو أنه يدخل يعني في إزالة الشعر مثلا المباشرة هل تفرد بمحذور مستقل أو أنها تدخل مع الوط وعلى كل حال لا مشحتة في الاصطلاح قال أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال المخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو أو الأعضاء سواء كان بخياطة أو بغير خياطة وهذا هو المخيط مثل هذا الثوب مثلا مفصل أو الفنيلة أو السراويل هذا هو المخيط وليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط بعض العامة يفهم أن المقصود بالمخيط ما فيه خيوط هذا غير صحيح بل إن اللباس لو نسج نسجا بدون خيوط ومفصل على قدر العضو يعتبر مخيطا مثل الفنيلة مثلا فنيلة لو نسجت نسجا غير خيوط يعتبر من المخيط إذا ليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط وإنما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضوي أو الأعضاء وهذا المصطلح عن المخيط لم يرد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة يقال إن أول من أطلقه إبراهيم النخعي واتبعوا على ذلك جماهير الفقه قال حتى الخفين يعني يحرم على المحرم أن يلبس الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولكذلك من لم يجد إزارا فليلبس السراويل قول عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل طيب حكم لبس الكمام للمحرم وهذه المسألة يحتاج إليها في الظروف الحالية مع ظروف وباء كورونا فلبس الكمام أولا لبس الكمام ويعتبر تغطية وجه تغطية وجه وقول من قال أنه ليس تغطية هذا غير ظاهر بدليل أن الكمام لو وضعته على الرأس لا يعتبر تغطية وهذا يقودنا إلى مسألة وهي حكم تغطية الوجه المحرم وهذه قد اختلف فيها الفقه على قولين قول الأول أن تغطية الوجه المحرم محرمة لحديث ابن عباس أن رجلا وقصته راحلة وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسره بماء وسدره وكفنه في ثوبين ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قوله ولا وجهه قالوا هذا يدل على تحريم تغطية وجه المحرم لأنه إذا كان هذا في شأن المحرم الميت ففي المحرم الحي من باب أولى القول الثاني أن تغطية الوجه بالنسبة لمحرم لا بأس بها وإلى هذا ذهب جمهور الفقه قالوا لي أنه لم يثبت في ذلك نهي والأصل هو الجواز وأما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه فالمحفوظ من الرواية من حيث الصناعة الحديثية هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم لا تخمر رأسه أما زيادة ولا وجهه فهي شاذة وقد أوردها الإمام المسلم بعد عدة روايات فأورد أكثر روايات بلفظ لا تخمر رأسه ثم بعد ذلك ساق رواية ولا وجهه للتنبيه على ضعفها فهي غير محفوظة وعلى هذا يكون قول الراجح هو القول الثاني وهو أن المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وعلى هذا نقول المحرم إذا كان رجلا لا بأس أن يلبس الكمامة ولا حرج عليه في ذلك لأنه ليس ممنوعا من تغطية وجهه على القول الراجح وأما بالنسبة للمرأة فلا بأس أيضا بأن تلبس المرأة المحرمة على الكمامة بشرط أن تكون الكمامة على قدر الفم والأنف ولا تكون مغطية لمعظم الوجه لأنها إذا كانت مغطية لمعظم وجه المحرمة فإنها تشبه النقاب والمحرمة ممنوعة من النقاب لكن تجعل المرأة المحرمة الكمامة على الفم والأنف فقط طيب هنا مسألة وهي حكم لبس الإزار والمخيط الذي يكون على شكل ما يسمى بالتنورة بحيث يكون محيطا من جميع الجوانب فهل يجوز لبسه لمحلم أم لا قولاني لأهل العلم قول الأول أنه يجوز ومن أبرز من ذهب إلى هذا الشيء محمد بعثيمين رحمه الله واستدل أصحابه هذا القول بأنه لا فرق بين الإزار هذا الإزار المخيط وغير مخيط فكل منهما يسمى إزارا والقول الثاني أنه لا يجوز لبس هذا الإزار وإليه ذهب أكثر علماء المعاصرين لكونه مخيطا ولكونه في معنى النقبة التي منع منها الفقهة فإن النقبة عند الفقهة نوع من السراويل هي السراويل التي يكون لها حجزة من غير نيفق كما قال أهل اللغة فهي يعني كالسراويل بلا أكمام والقول الراجع أنه لا يجوز لبس هذا الإزار المخيط الذي على شكل تنوره لأنه من المخيط الممنوع منه المحرم وأما القول بأنه يسمى إزارا فهو إن سمع إزارا إلا أنه في حقيقة الأمر هو أقرب للسراويل والتسمية لا تغير من الحقيقة شيئا العبرة بالحقيقة ومعلوم أنه يحصل بلبس هذا النوع من اللباس من الترفه شيء ظاهر بل بعض الناس يفضل حتى على لبس السراويل فالأقرب الله أعلم أنه لا يجوز المحرم أن يلبس هذا النوع من الإحرام المخيط الذي يكون على شكل تنوره نقول أن المحرم ممنوع منه على القول الراجع الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استضلال بمحمل تغطية الرأس ممنوع منها المحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس لكن قسم الفقه تغطية الرأس إلى خمسة أقسام تغطية الرأس تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول قسم جائز بالإجماع مثل أن يضع على رأسه حنة أو أن يلبد رأسه يعني يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمع وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لبس به وجائز القسم الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه وهذا أيضا لبس به القسم الثالث أن يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية وهذا لا يجوز ومثاله المثال الذي أشار إليه مصنف بقوله ولو بطين فإن هذا لا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه القسم الرابع أن يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية والعمامة والغترة والشماغ ونحو ذلك هذا لا يجوز بالإجماع القسم الخامس أن يضلل رأسه بتابع كالشمسية أو بمنفصل كالخيمة وهذا اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال أنه لا يجوز وإليه أشار المؤلف بقوله أو استضلال بمحمل وهذا هو المذب عند الحنابلة والقول الثاني أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضل بالقبة التي ضربت له بنمره ولأنه لما كان يرمج جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس وهذا هو القول الراجح أنه يجوز الاستضلال بالمحمل ومثله الشمسية ومثله أيضا سقف السيارة والخيمة ونحو ذلك والقول الأول يعني شبه مهجور والذي عليه عمل الناس اليوم هو القول الثاني وهو أنه لا بأساب الاستضلال بهذه الأشياء قال وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة أي لا يجد الأنثى أن تغطي وجهها وهي محرمة لكن عند مرور الرجال الأجانب أنها تسدل الغطاء على وجهها للحاجة فيكون تغطية الوجه على كلام المؤلف بالنسبة لمحرمة من محضورات الإحرام وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني أن تغطية الوجه لمحرمة ليس من محضورات الإحرام وأن المرأة المحرمة إنما هي ممنوعة فقط من لبس النقام والبرقع ونحوهما مما هو مفصل على الوجه أما الغطاء الذي ليس مفصل على الوجه فليست المرأة المحرمة ممنوعة منه لعدم الدليل الدال على أن تغطية الوجه للمحرمة من محضرات الأحرام إنما فقط الذي وردت به السنة نهي المحرمة عن النقام ولا تنتقب المحرمة وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمي وابن قيم وجمم حققين من أهل العلم فإذن المرأة نقول أنها تغطي وجهها عند الرجال الأجانب لكن بغير النقام بغير النقام هي فقط ممنوعة من لبس النقام ثمرة الخلافة هذه المسألة إذا لم تكن المرأة ماما رجال أجانب فغطت وجهها بغير النقام فعلى القول الأول الذي قال به المؤلف يقول أنها قد ارتكبت محضورة وعلى القول الثاني أنه لا بأس بذلك وقال ابن تيمي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه يعني وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأس الرجل معنى ذلك هي فقط ممنوعة من لبس المخيط المفصل النقاب والبرقع والقفازين فقط وأما مجرد تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب ليست ممنوعة المرأة المحرمة منه وأما ما يروح حديثا إحرام المرأة في وجهها فهذا يتناقله بعض العامة وليس حديثا عن نبي صلى الله عليه وسلم وأيضا معناه غير صحيح لأن وجه المرأة كما قلنا كبدن الرجل وليس كرأس الرجل وبدن الرجل ليس ممنوع من تغطيته إنما هو ممنوع من أن يغطيه بالمفصل الذي سميناه المخيط إذن الحاصل أن المرأة المحرمة إنما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع والقفازين ما عدى ذلك هي كغير المحرمة بالنسبة لللباس إذن المرأة المحرمة بالنسبة لللباس إنما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع ونحوهما ومن لبس القفازين وما عدى ذلك فهي كغير المحرمة بالنسبة لللباس طيب ما حكم لبس المحرمة لجوارب الرجلين نقول لا بأس بذلك بقال بعض أهل العلم أنه مستحب لأنه أكمل في الستر فبعض العامة تشتبع عليه هذه المسألة لا يظن أن المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب الرجلين كجوارب اليدين يعني قفازين وهذا غير صحيح إنما هي فقط ممنوعة من قفازين في اليدين وليست ممنوعة من جوارب الرجلين الثالث من محضورات الإحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق به الطيب ممنوع منه محرم سواء كان في قصد شمه أو لمسه سواء كان في الثوب أو في البدن أو في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سوئ لعم يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من الثياب الشيء مسه الزعفران ولا الورس والورس يعني نبات أصفر طيب رائحة ومثله الزعفران وأما منع المحرم من قصد شم الطيب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب فقصد شمه يأخذ هذا المعنى طيب إذن المحرم ممنوع من الطيب جميع أنواعه طيب هل للمحرم أن يستعمل الصابون المعطر نقول إذا كان الصابون معطرا ومن مكوناته عطر فليس للمحرم أن يستعمله لأنه حينئذ يكون قد مص الطيب ولذلك إذا أراد المحرم أن يستعمل الصابون فيستخدم الصابون غير المعطر ومثل ذلك الشامبو الشامبو غير المعطر وكذلك أيضا بالنسبة للمرطبات والأدهان ونحوها يحرص على أنها تكون غير معطرة قال واستعمانه في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه يعني لا يجوز المحرم أن يستعمل الطيب في أكل أو شرب بحيث يظهر طعم الطيب أو رائحته مثل الزعفران فليس المحرم أن يشرب الزعفران مع القهوة أو مع الشاي أو نحوهما لأنه طيب والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طيبا لكن المؤلف قيد هذا بين يظهر طعمه أو ريحه فإن كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فلا يمنع منه قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا كلام مؤلف هنا في محضرات الإحرام يعني مفرق وغير مرتب وأدخل بعض العبارات في بعض وكان ينبغي أن أجل هذا الكلام إلى كلامه عن الفدية وعلى كل حال من ارتكب شيء من محضرات الإحرام السابقة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فكما قال المؤلف إنه لا شيء عليه وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بمزيد من التفصيل عند الكلام عن الفدية قال الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار المحرم ممنوع من إزالة الشعر قول الله تعالى ولا تحرق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلة حتى ولو كان الشعر من شعر الأنف لا يزيل الشعر لا من رأسه ولا من يديه ولا من ساقيه ولا من صدره ولا حتى من أنفه قالوا لأنه بإزالة الشعر يحصل الترفه كذلك أيضا المحرم ممنوع من تقليم الأظفار من يد أو رجل ونقل إجماع العلماء على ذلك وبعض الفقه يعدوا إزالة الشعر وتقليم الأظفار محظورين كصاحب زاد المستقنع وبعضهم كالمؤلف يجعلهما محظورا واحدا ولا مشاحة في الاصطلاح ثم قال المصنف رحمه الله الخامس قتل صيد نعم الخامس قتل صيد البري الوحشي المأكول المراد بالصيد الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة هذا هو تعريف الصيد الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة وبعضهم معبروا بالحيوان المأكول البري المتوحش بأصل الخلقة فما كان لا يحل أكله ليس صيدا وكذلك حيوانات البحرية ليست صيدا وكذلك إذا لم يكن متوحشا باصل الخلقة ليس صيدة مثل الإبل والبقار والغنم هذه لا تعتبرون الصيد فقتل الصيد إذن هو من محظورات الإحرام والمؤلف عقد لقتل الصيد فصلا مستقلا وفصل فيه لكن هنا ذكره على سبيل الإجمال والدليل لذلك وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه قالوا الدلالة عليه والإعانة على قتله يحرم الدلالة على الصيد والإعانة على قتله لما في ذلك من الإعانة على الإثم ولما لقصة أبي قتادة لما صاد أبو قتادة حمارا وحشيا وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمون وأبو قتادة كان حلالا فلما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكل ما بقي من لحمها ودل ذلك على تحريم الإعانة على قتل الصيدة والإشارة إليها والدلال عليه قال وإفساد بيضه لا يجوز التعرض للصيد مطلقا حتى مجرد إفساد بيضه لا يجوز وقتل الجراد لأن الجراد معدود من الصيد الذي ليس له مثل فلا يجوز قتل الجراد في الحرم ولا من المحرم والقمل يقول المؤلف أنه لا يجوز قتل القمل للمحرم هذه المسألة محل خلابين فقهاء فالقول الأول أنه لا يجوز كما قال المؤلف لأنه لو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب بن عجرة ولم يحتج إلى حلق رأسه وقول الثاني أنه يجوز قتل القمل وهو رواية الإمام أحمد لما ورد عن ابن عمر أن رجلا سأله قال إني قتلت قملة وأنا محرم قال ابن عمر هي أهون قتيل وسأل رجل محرم ابن عباس قال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها قال معباس تلك ضالة لا تبتغى ولأن القمل من أكثر الهوام أذن فأبيح قتله كسائر ما يؤذي والراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو أنه يجوز قتل القمل لأنه مؤذن بطبعه فهو كسائر الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم أما حديث كعب بن عجرة فإن كعب لم يكن ممنوعا من قتل القمل لكن لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل إلى التخلص منه إلا بحلق شعر رأسه فالقول الراجح لأنه يباح للمحرم قتل القمل ولا جزاء عليه قال للبراغيث يعني فيجوز قتله قال بل يسن قتل كل مؤذن يعني مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور السادس عقد النكاح ولا يصح يحرم على المحرم عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فلا يجوز المحرم يتزوج ولا أن يزوج محرما ولا أن يكون وليا في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح لو عقده على ذلك لو أن رجلا أو امرأة لم يتم حجه كأن يكون ترك الطوافة الإفاظة لأي سبب من الأسباب ثم بعد ذلك تزوج فإن نكاحه غير صحيح فعليه أن يجدد عقد النكاح بعد أن يتم حجه أو عمرته السابع من محضورات الإحرام الوطء في الفرج ودواعيه الوطء هو أشد محضورات الإحرام وإن كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول يترتب عليه أمور سيأتي كلام عنها بالتفصيل في باب الفدية إن شاء الله قال والمباشرة دون الفرج والاستمناء فهذه محرمة على المحرم وسيأتي الكلام عن الفدية في باب الفدية إن شاء الله فهذه محضورات الإحرام عدها لمؤلف سبع وبعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة ولا مشاحة في الاستلاح لأن بعضهم يدخلوا بعضها في بعض مثل تقليم الأظهار منهم من يفرده ومنهم من يدمجه مع إزالة الشعر فيكونوا محضورا واحدا ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الفدية مع أنه عقد لها بابا ولو أنه جمع الكلام كله في باب الفدية لكان ذلك أحسن في الترتيب قالوا في جميع المحضورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح وسيبين مؤلف المقصود بالفدية وسبق أن القول الراجح هو جواز قتل القمل وأنه لا فدية في قتلها عند الجميع قالوا في البيض والجراد قيمته مكانه سيأتي الكلام عن هذا عند كلام أيضا عن جزاء الصيد والجراد كما قلنا هو من الصيد الذي ليس له مثل وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي الاثنين إطعام اثنين وفيما زاد فدية يعني أنه يجب في الشعرة الواحد إطعام مسكين واحد وفي تقليم الظفر الواحد إطعام مسكين واحد وفي الشعرتين إطعام مسكينين وفي الظفرين إطعام مسكينين وفي الثلاثة ثلاث شعرات وفي ثلاث شعرات نعم قال وفيما زاد فدية يعني في ثلاث شعرات وفي ثلاثة أظفار دم فعندهم إذا الشعر الواحدة طعام مسكين واحد شعرتين طعام مسكينين الثلاثة دم تقليم ظفر واحد طعام مسكين تقليم ظفرين طعام مسكينين تقليم ثلاثة أظفار دم هذا هو المذهب عند الحنابل والشافعية وقال بعض أهل العلم إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية وقال بعضهم ربع الرأس وهو مذهب أبي حنيفة وقال بعضهم إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى فعليه فدية وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح في هذه المسألة لأن التحديد بابه التوقيف تحديد بثلاث شعرات أو أربع أو ربع الرأس يحتاج لدليل وليس هناك دليل يدل لهذا والله تعالى يقول ولا تحرق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجعل الله مناط الحكم الأذى قال أو به أذى من رأسه فيكون من حلق أو أزال من الشعر ما يحصل به إماطة الأذى فعليه الفدية ولقصة كعب بن عجرة فإنه قد حلق جميع رأسه أما إزالة الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع هذه لا يحصل بها إماطة الأذى ولا يترتب عليها فدية ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ما وهو محرم في رأسه والحديث رواه البخاري رواه البخاري ومسلم أيضا والحجامة تستلزم حلقة بعض الشعر حجامة تستلزم حلقة بعض الشعر قال والضرورات تبيح للمحرم المحضورات ويفتي يعني إذا اضطر أو احتاج المحرم لفعل محضور من محضورات الإحرام جاز ذلك مع وجوب الفدية كان يحتاج إلى حلق رأسه كما حصل لكعب بن عجرة فيجوز له ذلك ويفتي أو كان عنده مثلا مشكلة صحية فلبس السروال السراويل فيجوز ذلك مع دفع الفدية أو يكون عنده مشكلة في قدميه فيلبس الجورب مع الخفين فهنا يجوز ذلك وعليه الفدية ومثل ذلك المرأة التي يكون نظرها ضعيفا فتريد أن تلبس النقاب وهي محرمة للحاجة لذلك فيجوز لكن يزمها أن تدفع الفدية فمن احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام جاز له أن يفعله مع دفعه الفدية ثم انتقل المؤلف رحمه الله لكلامي عن أحكام ومسائل الفدية قال باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام ما يجب بسبب الإحرام ظاهر وما يجب بسبب الحرام سيتكلم مؤلف عنه وهو متعلق من الصيد في الحرام قال وهي قسماني قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم على التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين وغفرين والإمنا بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني هذه الأمور كلها فديةها على التخيير طيب تخير بين ماذا؟ قال يخير بين ذبح شات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وهذه الفدية نصوصا عليها بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بها ذنب الرأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والكلام عن الفدية يطول وفلعلنا نرجع الكلام عنه إن شاء الله للدرس القادم نعيد إن شاء الله بداية كلام من قول المؤلف وهي قسمان لأن كلام عنها يطول ووقت وهذا الدرس انتهى فإن شاء الله نفتتح درسنا القادم بالكلام عن مسائل وإحكام الفدية أكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته